استقبل صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في قصر سموه في زعبيل جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك فقد تقبل سموه بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد المكتوم استقبل التهانية والتبركات بهذه المناسبة المباركة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومن عدد من الشيوخ والمعالي الوزراء والوزراء السابقين والرعيل الأول من رجالات الدولة وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين والفعاليات الاقتصادية الوطنية الذين تبادل معهم سموه التهانية والتبركات بالشهر الكريم متمنين لسموه دوام الصحة والعافية والعطاء من أجل إسعاد شعبه وترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي والتسامح بين مختلف فئات وأفراد مجتمع دولتنا العزيزة المتنوع الثقافات والأعراق والديانات الذي ينعم جميع أفراده بالعيش المستقر الآمن والطمأنينة والسعادة في ظل قيادة حكيمة ومعطاء تحرص على توفير كل سبل العيش الكريم والتناغم الإنساني في أوساط مجتمعنا العربي المسلم ترجمة نانسي قنقر